بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا أحبة في الله ما زال حديثنا موصولا مع أسس بناء الأسرة والأسس التي ينبغي أن نراعيها عند الزواج ومنها اختيار الزوج وتحدثت في لقاء سبق عن أهمية اختيار الزوج وأن المقصود بذلك أن تراعي المرأة وولي المرأة كذلك أثناء اختيار الزوج أو تقدم الخاطب لابنته وجود هذه الصفات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وكلما كانت الصفات موجودة بكثرة كان أدعى للسعادة في الحياة الزوجية بفضل الله سبحانه وتعالى كذلك للشاب أو الخاطب نفسه أن ينظر إلى هذه الصفات ويسعى إلى أن يتحلى بها ليكون ممن يقال فيه هذا حري إن خطب أن يزوج فمثله لا يرد ويسعى إلى تحقيق هذه الصفات والتي منها أن يكون ذا دين وأن يكون حاملا لقدر من تاب الله أن يكون مستطيعا للباء بنوعيها أي القدرة على الجماع وعلى مؤن الزواج وتكاليف المعيشة وأن يكون رفيقا بالنساء وأن تصر المرأة برؤيته وأن يكون غير عقيم وأن يكون كفئا للمرأة في الناس وفي المال والسلام من العيوب فهذه أهم الصفات التي علينا أن ننظر إليها وأن نراعيها وكلما تحققت بوفرة كما ذكرت كلما كان ذلك أدعى لاستقرار الحياة الزوجية بفضل الله سبحانه وتعالى وأحب في هذا اللقاء أن أذكر فروعا عن مسألة اختيار الزوجة وإن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله عز وجل نتحدث فيه عن اختيار الزوجة والصفات أيضا التي ينبغي أن تراعى فيها لكن هنا فروع قد يجد الرجل في نفسه أو تجد المرأة في خاطبها أن بعض هذه الصفات تخلفت فيه فهل تخلف أي صفة من هذه الصفات يؤذن برد الزواج أم بعضها يصح معه الزواج أم أن المسألة فيها تفصيل بعض العيوبها اختيار للمرأة وهي مسألة الدين فلا يحل للمرأة أن تتزوج من غير مسلم فكفاءة الدين شرط في الزواج وبعض الأمور وجودها كما ذكرت مستحب وكان ذلك أدعى لكن قد تتنازل المرأة عن بعضها وهذا هو التفصيل لوجود ما يجبرها من صفات أخرى أو تتنازل عن بعضها لمشاكل تخصها هي أو لظروف تعيشها هي فيكون الأفضل لها من باب قياس المصالح ومفاسد أن تنتقل لهذا الزواج في هذه الحالة كذلك قد ينظر الخاطب في نفسه حينما استمع الصفات المستحبة يجد أن بعضها قد تخلفت فيه فهل يجب عليه أن يخبر بها الزوجة المخطوبة أم لا يجب عليه أن يخبرها إذا كانت لا تعلمها ويبدلها خلاف ذلك وهل إذا أعلمها وفقط يجب عليه أن يعلم أهلها أم لا هذه الفروع كلها أو كل هذه الفروع تختلف باختلاف التفاصيل وباختلاف المسائل وباختلاف الصفات التي يعني فقدها الخاطب فعلى ذلك نذكر هذه الفروع أو أهم ما فيها وذلك من واقع الحياة من خلال الأسئلة التي وردت إلى المفتين ومن خلال الواقع وما رأينا في هذه الحياة ونعرف أحكامها ببساطة وبشيء من التفصيل كي لا نعنت على أنفسنا فالعلم نور ويسر الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى وهناك أمورا قد نراها عيبا وقد يوجد في الواقع ما يعني يجبرها فعند إذن نعرف الأحكام الواردة في هذه على حسب المسائل ولذلك أذكرها على هيئة مسائل أذكرها على هيئة مسائل فمثلا مسألة رجل مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب يسأل هو عن نفسه يتقدم للمرأة من الأساس أو لا يتقدم الزواجة المرأة في ذلك هل تقبل أم لا تقبل في ذلك فعند إذن نقول من حيث الحكم الشرعي يجوز للمصاب بالصرع أن يتزوج لكن يلزمه إخبار من يريد خطبتها هذا شرط لتكون على بصيرة وكتمان ذلك غش محرم يا عزينا ضع ضابط كده يا أحبابنا بالنسبة سواء عند البنت أو عند الشاب أي عيب يؤدي إلى النفرة ومن حصول كمال الاستمتاع فهذا ينبغي أن يوضح ستجد إن رفضتك هذا أو إن رفضك هذا بسبب هذا العيب ستجدين من يقبله فلأن تجد أو تجد من يقبلك بهذا العيب أو من يقبلك بهذا العيب ويرضاهه على بصيرة من البداية أفضل من الذي لا يرضى به ويعنتك أو يعنتك بسببها ويجعلك تعيش في أنكاد أو يحدث بعد ذلك الطلاق والنفرة إلى غير ذلك فلأن نبحث عن من ترضى به العيب أفضل من أن نغش الناس وهذه معصية وكذلك لا ينفع كذلك فيؤدي إلى وقوع الطلاق فعلينا أن نصدق والصدق من جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وكما قلت ليست كل العيوب مناسبة لكل الأشخاص الناس لا يستطيعون التعايش معها والعكس بالعكس بعض الناس أيضا يستطيعون التعايش معها إما لظروف خاصة أو لأسباب أخرى فالمطلوب لقضاء الوطر لهذا المصاب عنده شهوة يريد أن يقضيها تيسر له أمور الزواج بفضل الله لكن يبحث عن من تتعايش معه طباع الناس تختلف فلا يصح أن نجبر الناس على قبول طباع لا يأبونها والناس في شأن الاختيارات وطباع أمورهم مختلفة ما تراه أنت جميلا قد لا أراه أنا جميلا ما أراه أنا قبيحا قد لا تراه أنت قبيحا فالأمور تختلف في هذا الأمر يعني حتى يقال في المثل كده كل فاب فالشاهد إن شاء الله عز وجل ستجد بس يحرم الغش يحرم إننا نوقع الناس في شيء لا يرضون به فهذا حرام عند الله سبحانه وتعالى وكذلك القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والصدق من جاء فبصدقك تقبل بفضل الله أو ييصر لك ما يقبلك بفضل الله سبحانه وتعالى مر معنا قصة أسامة لما قد النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنكحي أسامة فاطمة بنت قيس أنكحي أسامة وهي لا تراه على هيئة من تقدموا لها لكن في النهاية اغطبطت به اغطبطت بعد ذلك فقد يكون فيك عيب لا يمنعك أيضا هذا عن الزواج وعن البحث عن الزوج يعني ممكن واحد يقول سأنا عندي صرع ما يبحث عن زواج مطلقا لا يا حبيبي ابحث وستجد من تناسبك بفضل الله سواء في هذا العب أو في غيري من العيوب وأنت كذلك يا أختي يا بنتي ستجد من يناسبك حتى لو كان فيك النوع من العيوب أنت شايفة كده لكن هتجد هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أن أحيانا الحاجز النفسي بيؤثر جدا على البنت وعلى الولد على الفتاة وعلى الشاب فيجعلها تيأس من الزواج وترفض ابتداءا عشان ما تحركش نفسها ويجعله ييأس من البحث عن الزواج ولا يبحث ابتداءا هذا خطأ لك وطر تريد أن تقضيه وتبحث عنه بالحلال طواما أنك مستطيع لك وطر تريده أن تقضيه أيضا فعليك أن تبحثي أو ترضي بمن يعني يقضي وطرك ويجعلك تعيش معه عيشة طيبة ستأتي الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى وكل له رزقه كل له رزقه إن شاء الله سبحانه وتعالى لكن لا ينبغي أن تتأثر النفسي هذا خطر شديد يعني اتصلت مرة بفتاة بتحكي عن مشكلة في حياتها فالشاهد من ضمن المشكلة بتقوله وبقى شكل زي الإرد كده عمر ما هي يكون شكل زي الإرد وقالها كلام ده هي فاكرة كده تظن في نفسها في نفسها هذا الكلام نتيجة إحباطات ومشاكل نفسية كثيرة وأشياء يعني هي لا شوهة ولا فيها شيء منها لكن ظنت من كثرة المشاكل أنها أصبحت غير مقبولة بالأساس هذا سيجعلها لا تختار جيدا ترضى بأي أحد تقع في عنات وهذا لا ينبغي أن نرأيه وكذا في الشاب حتى لو مريد حتى لو فيك عيب بين وإن شاء الله تجد طالما أن هذا العيب لا يؤثر على الزوجة في مسائل الجماع والمعيشة وما إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل إذن المصاب بالصرع يجوز له أن يتزوج لكن بشرط أن يخبر من يريد خطبتها لتكون على بصيرة ويعلم أن كتمان ذلك غش محرم وعموما يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخلقية قبل الزواج لأن هذا من النصح ولأنه أقرب إلى حصول الوئان بينهما يكون يبقى في عيوب غير ظاهرة باللباس لكن إذا كانت ستؤثر أو معلوم عرفا أنها ستؤثر على كمال الاستمتاع وعلى أن يصر كل منهما بالآخر فيجب بيانها وعدم الغش في ذلك وذلك أيضا أقطع للتنازع لكي لا يدخل بينهما التنازع ويكون كل إنسان على بصيرة الوضوح والصراحة مما يعني يعين في تسهيل أمور الزواج ويقطع المنازعات بفضل الله سبحانه وتعالى هكذا طيب إذا كتم الزوج عيب ثم علمت به الزوجة وهذا العيب يؤثر على الحياة الزوجية كان لها الحق في فسخ النكاح في هذا الحال والشاهد ينبغي عليك أن تسعى لإنجاب الزرية وأن تتزوج بشرط التبيين ولا حرج عليك في هذا المقام طيب من ضمن المسائل في مسألة الزوج واللي بيسأل عنها كتير ناس ووقعها وفروع عن اختيار الزوج هل المرأة لو تقدم لها واحد من غير بلدها يعني مثلا الراجل المصري والمرأة السعودية أو العكس اختلاف البلدان وأحيانا في القطر الواحد يكون ده من محافظة ده من محافظة دي من مدينة دي من قرية فهل ذلك أمر معتبر أو أنه أمر غير معتبر يعني ممكن على أساسه يتم رفض الزواج أو لا ابتداءا أحب أن أقول اتفاق الجنسية بين الزوجين ليس شرطا في الزواج ولا من معايير الزواج وإنما المطلوب في الزواج الاتفاق في الدين من جانب المرأة فإن كان الاتفاق في الدين فإن كان الحال يعني كما ذكرت في مسألة من بلد وبلد آخر فمن حيث الزواج الزواج صحيح لكن من حيث النصح طالما أنه ودين وأخلاقه قويسة هنا ينظر هو من بلد أخرى عليك في البداية أن تتأكد إذا كانت العريس من بلد أخرى وكذلك أنت إذا كانت العروسة من بلد أخرى أن يتأكد كل منكم من دين الآخر ومن الأخلاق المستحبة اللي احنا أشرنا إليها التي بها يستطيع أن يتعايش مع الطرف الآخر فيسأل لأن البعض قد يجعل الأمور غير ظاهرة نوعاً نا من ناحية الإختار احنا هنا بنتكلم عن أفضلية لنتفادى أمور قد تؤثر على الزواج فما تجيش لنلاقي البنت متجوزة عشرين سنة واحد وعشرين سنة متطلقها معاها عيد واثنين وعشرين سنة نسبة المطلقات في هذا السن الصغير بشعة في هذا الواقع نتيجة عدم مراعاة هذه الأمور فمن المهم جداً النظر في ذلك صحيح الزواج صحيح وهذا ليس فيه إشكاله لكن نتأكد من الديانة فإذا كان الدين موجود الحمد لله رب العالمين الصفات كلما كانت أوفر كلما كان ذلك أحسن بفضل الله سبحانه وتعالى فالشاهد ينصح في هذه الحالة التأني والاطمئنان إلى أن هذه مسألة مهمة جداً التأني والاطمئنان إلى أن اختلاف الأعراف بين البلدين لن يؤثر على العلاقة الزوجية بينكما فيما بعد أو محاولة التفاهم التي ستجمع بين الزوجين هيفهم بعضهم بعض الأعراف هتكون متقربة ولا في تباعد في مسألة الأعراف ونيجي من بعد أول زوج أصلحنا العرف عندنا وصلنا العرف عندي لا تأكد أولاً تأكد من الديانة وتأكدي من الديانة بعد ذلك يتأكد كل منهما من مسألة الأعراف العامة اللي هي يعني لا تنافي شرعاً أعراف مباحة لا تنافي الشرع لكن لا عادات وله عادات بسبب اختلاف القطر أو البلد ده بيختلف أحياناً عادات أهل المدينة عن عادات أهل القرى والريف فهل هذا الاختلاف سيؤدي للنفرة ولا لا إنت طبعك ده ما فيه فتوى عامة إنما يختلف من شخص إلى آخر ففي هذا فنصحتنا فقط التأكد يبقى الجواز ده الأصل اعتبار الدين وجواز مبارك ما فيش حرك مع اختلاف البلدين سواء للرجل أو للأنثى لكن يرجى التأكد من الصفات التي بها تستمر الحياة الزوجية ومن أن الاختلاف الأعراف لن يؤثر على التفاهم بينهم بعد ذلك فهذا من باب المستحبات لتمام العشرة والله تعالى أعلم طيب أحيانا بنجد إنسانا عنده حياء شديد من النساء فهو وصل إلى مرحلة أنه بيتكسف من النساء جدا 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 كان ذا من واقع الموجود في الحياة فيما يتعلق بهذا هذا الرجل يقدم على الزواج ولا لا يقدم زواجة المرأة فيه ذلك هل تقبل به زوجا أم لا من الفروع المتعلقة باختيار الزوج في هذا فاعتداء نحب أن أقول أن صفة الحياء صفة جليلة وطيبة وصفة عظيمة لأن النبي صلى الله مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فكأنه بيقول لأخي إنك لا تستحي أنت بتكسف ما عدتش تكسف يعني كأنه بيزجر عن الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان فالحياء خلق من الإيمان وخلق طيب ومع فضيلته لكن لا ينبغي أن يكون سببا لترك ما أمر به الإسلام ودعا إليه لأن الحياء يطلب ويحمد إذا كان معينا على امتثال أوامر الله ورسوله هكذا فالأمر الشرعي هنا لا ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه بدعوى الحياء هذا اسمه خور لا ينبغي أن يقع في الحرام بدعوى نستحى هذا خور وضعف إن الحياء لا يمنعك من إحقاق الحق وإبطال الباطن الحياء لا من أنك تقدم على ما تقضي به وطرك فهذا الحياء الشديد لا تخشى منه فيزول فترة بعد ذلك وإذا رأيت في زوجك هذا أو في الخاطب هذا احمدي فيه هذا الخلق العظيم وهذا الأمر الطيب شريطة أن لا يكون مرضيا ليؤثر عليه في علاقته بزوجته فإن كان يصل به إلى التأثر من علاقته بزوجته فهذا طبعا يرد لكن المعلوم أن هذا خصوصا فيما بين الزوجين يزول مع كثرة المعاشرة فلا ينبغي أن يجعل ذلك عائقا عن الزواج والله تعالى أعلم هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب طيب هنا من واقع الحياة أيضا ومن المآسي التي نراها في ذلك تجد شخص وقع في حشة مع قريبة الزوجة أو التي يريد أن يخطب فهل يقدم على الزواج منها في واقع الفتوى للأسف جاءت أسئلة أن في شخص مثلا وقع في الحرام مع أخ الزوجة والعياذ بالله وآخر وقع في الحرام مع أخ التي يريد أن يتزوجها هذا ما نتحدث عنه الآن أو مع أم التي يريد أن يتزوجها أو مع أخت التي يريد أن يتزوجها من باب الاختلاط والفساد الموجود في الواقع فيحدث مثل هذا إذا وقع مثل هذا يذهب لهذه الفتاة ويخطبها إذا كان يريدها أم لا هنا يعني عايزين نفصل بين أمرين الأمر الأول أن الراجح من أقوال الفقهاء كيف أطيل عليكم أن الحرام لا يحرم الحلال هذا هو الأصل من ناحية الحكم الشرعي الحرام الحرام لا يحرم الحلال الحلال الحرام الحرام هضر وليس له قيمة فهذا من حيث الحكم الشرعي فإذا كان فيها وصاف تزوج الزواج صحيح ما فيش فيه إشكالية لكن من باب النصيحة أليس من التوبة البعد عن مواطن الفتن أليس من التوبة البعد عن مواطن الفتن فإذا بك تقترب ممن وقعت معه أو وقعت معها في الفاحشة فيؤدي الاختلاط بسبب الزواج من أخته أو من أختها أو من بنتها يؤدي هذا الاختلاط إلى تذكر الحرام والعودة فيه ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الزان غير المحصن جلد مئة وتغريب عام لتغريب عام لأنه ممكن يجلد المئة ويفضل جالس تعود إليه شهوة المعصية مرة أخرى ويعرف الطريق لم يقطع العلائق بينه وبين المعصية فلذلك غرب عام ليحسن فيه قلبه لتحسن فيه توبته ليزداد فيه إيمانا ومن هذه العقوبة يتذكر الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله عز وجل ويعلم أن عذاب الأخرة أشد وأكبر وأن فعله أتى له بيتوب ويرجع فإذا ازداد إيمانا يكون في قلبه من القوة ما يجعله يدفع المعصية ولا يعود إليه من التوبة إن الإنسان يغلق أبواب الفتن ولا ينبغي على الإنسان أن يظن يوما ما مهما كان دينه ومهما كان التقواه ومهما حسن التوبته أنه أقوى أقوى من أن يفتن أبدا أنت تحفظ بحفظ العالم وبتوفيق الله عز وجل وبقدر ما تأخذ من الأسباب بمغلق أبواب الفتن هكذا ويحك إن تستشرف لا تستشرف يعني إذا تعرض الإنسان لفتن فهكذا فلذلك هذا ينصح بأن لا يقترب من هؤلاء أكثر وأن يبتعد عنهم لأن ذلك قد يؤدي إلى عودته إلى المعصية التي تاب منها ودينه أهم دينك أهم فخلاصة المسألة ذكرتها إذن يجوز الزواج بالفتاة غير أنه لا ينصح له بهذا الزواج والنساء سواها كثير ويرفض هذا لكي لا يهتك لكي لا يهتك أو لا يتجرأ على الحرام ويهتك سترا نفسه من ناحية أخرى ولكي لا يعني تفسد عليه توبته بسبب الافتتان والاقتراب بمن أو قعته في المعصية والله تعالى أعلم كذلك من الأمور التي تتعلق أو المسائل التي تتعلق بهذا إنسان تبين أنه بسبب الفحوص الطبية مصاب بعقم وهذا العقم قد يختلف أحواله منهما هو قابل للعلاج ومنهما هو غير قابل للعلاج فهل هذا في هذه الحالة يقدم على الزواج دون أن يخبر مخطوبته أم يجب عليه أن يخطب أن يبين للمخطوبة في ذلك هذه المسألة من المسائل الأمانة العلمية التي فيها أقوال لأهل العلم يعني هي متعلقة بمسألة في الفقه نسيرها سريعا كده التي هي هل العقم يعد عيبا في النكاح أم لا واختلف العلماء في ذلك على قول الأول أنه لا يعد عيبا أنه لا يعد عيبا في ذلك وقال الله قادر على أن يرزقه في لحظة واحدة القول الثاني أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح فذلك يرد به الزواج طيب من مقاصد النكاح الاستمتاع ومن مقاصد النكاح الإنجاب فعلى هذا القول يعد ذلك عيبا فأرجح الأقوال أنه القول الثاني هذا وأن ذلك يعد عيبا لأن من أهم مقاصد النكاح المتعة والإنجاب فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب وعلى هذا فلو كان عقيما يجب عليه أن يخبر زوجته أولا سواء كان ذلك قابلا للعلاج أو غير قابل للعلاج وإذا اختارت على ذلك وعلى بصيرة فتكون الأمور ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى وإن رفضتك هذه فسترضى بك أخرى لكن لا ينبغي أن تكتم هذه المسألة والمسألة هنا في نسبة للمرأة هل تختار أو لا تختار هذا متعلق بها وبظروفها الأصل طبعا كما أن الرجل يبحث عن الودود الولود كذلك المرأة تبحث عن الرجل الذي ينجب لأن الذرية مقصد من مقاصد النكاح وتنتفع بها المرأة كما ينتفع بها الرجل من بر الأبناء وعونهم بعد ذلك إلى غير ذلك فالأصل أن المرأة يعني في هذا الأمر الأمر إليها يستحب لها طبعا كما يستحب للزوج البحث عن ما تتيصر معه الإنجاب لكن إذا اختارت لك لظروف معينة أو لجبر أو لثقة بأن الله سيجبرها على ذلك فكل ذلك له فضله وله أهله ولا حرج فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وما يتوفر لأناس لا يتوفر لآخرين لكن لا ينبغي أن يجعلك ذلك يا من وجدت في نفسك ذلك ما في العصاد أن تمتنع عن البحث عن الزواج بل ابحث وستجد بفضل الله سبحانه وتعالى شريطة التبيين والتوضيح هكذا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب إذا كان الزوج به عتا به عتا فهل يصح له الزواج أو لا يصح إحنا بعد ما تكلمنا أحبتي عن الصفات المستحبة التي ترعى الاستمرارية الحياة بنبين بعض الأحكام في فرق بين الاستحباب وبين جواز الزواج لأن أحيانا بعض الناس يكون عندها ظروف تحتاج معها إلى الزواج مع وجود العيوب فبنبين أن هذا في الشرع جائز أيضا شريطة الإضاح وأن تكون المرأة على بصيرة في هذه الأمور المعاق ذهنيا هل يصح زواجه ابتداء أو لا كمسألة علمية المعاق ذهنيا هل يجوز تزويقه أم لا يجوز تزويق المعاق ذهنيا مهما كانت إعاقته ولو وصلت إلى حالة الجنون أو فقدان العقل بضوابط وذلك لدفع ضرر الشهوة أو عنها سواء كان معاقيا وصيانته وصيانتها عن الفجور ولتحص ولتحصيل الرعاية والخدمة وغير ذلك من الأغراض المباحة لكن إذا كان المعاق مجنونا فليس له أن يعقد النكاح بنفسه بل يزوجه وليه وأما المرأة فلا تزوج نفسها بل بوليها عموما وأما المعاق الذي يعقل أو يفيق أحيانا فإنه لا يجبره أحد على الزواج لأنه دو وقت بيعقل فيه بل يزوج نفسه ويشترط لهذا النكاح إضافة للشروط العامة يعني إحنا في شروط عامة للزواج سيأتي بيانها أيضا وتوضحها للشروط المعهودة المعروفة من الولي والرضى إلى غير ذلك إضافة للشروط العامة للزواج يضف في إخبار الطرف الآخر بالإعاقة لأنها عيب لا يجوز كتمانه كتمان العيوب غش لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى إحنا بنؤصل لهذه مسألة من مسائل مختلفة لأن بعض الناس تقوله كتمان العيب غش يقولك حاضر ويأتي على بعض العيوب يقولك أستيدي مش مؤثرة بهواه نحن نذكرها لنعرفها بالشرع وبأقوال العلم والفقهاء ما هو المؤثر وما هو غير المؤثر ما هو الذي يجوز كتمانه وما هو الذي لا يجوز كتمانه وأن ما لا يجوز كتمانه هو كل عيب يؤثر على استمرارية الحياة وعلى الاستمتاع بل على كمال الاستمتاع كما هو الراجح من أقوال العلماء فعلينا أن ننتبه يبا إذن يجوز له طب لماذا نزوج المعاقع أو المعاقع لقضاء الوطر وليجاد من يراعي إذا وافقت من تراعي إذا وافقت ومن يراعيها إذا وافق نحن نتكلم إذا وجد إذا ميجد خلاص هكذا وكذا بك لندفع عنهم شرا بهذا الأمر طيب يبقى يجوز بشرط بالنسبة نحن نتكلم على اختيار الرجل للآن إخبار الطرف الآخر بالإعاقة لأنه عايب لا يجوز كتمانه أن يكون المعاق مأمونا لا يعرف بالعدوانية والإفساد لدفع الضرر عن الطرف الآخر يعني لو كان فساد عقله بيؤدي إلى عدوان لا يجوز جنونه أو إطباقه أو العتة اللي موجود فيه بيؤدي إلى أنه ممكن يعتدي على الطرف الآخر هنا لا يصح أن يزوج لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار حتى لا يقع في الإفساد فهذه مسألة مهمة جدا ولذا قال العلماء أما الصغير والمجنون فلا ولاية لهم على أنفسهما وإنما يزوجهم الولي أبا أو جدا أو الوصي عليهما ولا يجوز للصغير والمجنون مباشرة عقد النكاح لعدم أهليتها والولاية على الصغير والمجنون ولاية إجبار فيجوز للولي تزوجهما بدون إذنهما إذا كان ذلك في مصلحتهما وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف بين العلماء هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة إذا اشترط اطلاع الطرف الآخر على الحالة ألا يكون الطرف الآخر كذلك مجنونا ولا زائل العقل لأن كده من المقاصد أن حد يعتني بالثاني فإذا كان كلاهما على نفس الحالة من فساد الحالة العقلية فعند إذن سيكون الفساد أكبر ولن يعتني أحد منهما بالآخر فمن الضوابط التي يضوضع ألا يكون الطرف الثاني كالأول في الجنون والعتى إنما يكون راشدا لأجل أن يراعي الطرف الذي به خلل هكذا فهذا يعني من أهم الشروط بقى في ذلك أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج لأن فيه ضررا قد يلحقهم يبقى نستفيد من هذا الكلام وقلنا أن في عيوب ترد بها النكاح وأن في مواصفات المفروض تكون موجودة في الزوج ليقبل وأن بعد هذه المواصفات لو تخلف يؤثر على استمرارية الزواج إلا إذا ارتضاها الطرف الآخر لأنه لما هيكون راضي معنى أنه متنازل عنها ومعنى أنه شايف أنه يقدر يتواء معاها والناس كما قل طباعهم تختلف فما يتحمل هذا قد لا يتحمل وهذا والعكس فعند إذن لقضاء وطر أصحاب العيوب فعند إذن يبحث كل إنسان عما يناسبه وتبحث كل امرأة عما يناسبها وأن هذا يصح معه الزواج شريطة التوضيح وشريطة التبيين للمرأة وأولياء المرأة لأن أولياء أهلهم دور في الاختيار في ذلك كي لا يضر ذلك ولا بالمرأة فهذا من أهم الأمور التي تقال في ذلك والله تعالى أعلم فهذا يعني خلاصة ما يقال في هذه المسألة طيب عاجز جنسيا فهل ذلك يحق له أن يتزوج أ أم لا يحق له أن يتزوج منها طبعا هذا من أهم العيوب التي ترد به النكاح من أهم العيوب التي ترد به يرد به النكاح لأن من مقاصد النكاح كما قلنا الاستمتاع مع قضاء قضاء الوطر مع الخدمة ومع المراعاة ومع الولاية إلى غير ذلك فعند إذن هنا نقول بأن العاجز جنسيا إن كان له شهوة إن كان له شهوة لكنه لا يستطيع قضاء الوطر أو النكاح بسبب مرض أو عجز أو ما شاب فعند إذن لا يصح أن يتزوج من المرأة إلا إذا رضيت به يعني الزواج مش هيب أباطل إذا رضيت به لكن لو أخفى ذلك عيب يرد به النكاح طبعا إزاي رضيت به قد ترضى المرأة بذلك كأن تكون امرأة تريد من ينفق عليها تريد أن تعيش مع زوج يحميها في مشاكل معينة أو في بيئة معينة أو هي نفسها ليس لها وطر ليس لها يعني إرب في الرجال هي الأخرى مثله ويحتاج وفقط تحتاج إلى المؤانسة مع الحياة فإذا وجد هذا الحمد لله لكن لا يجوز ولا يحل أن يأخذ بمرأة تتطوق للرجال ويفعل بها ذلك وكذلك إذا كانت هي تتطوق للرجال فلا ينبغي عليها أن توقع نفسها في ذلك كي لا تقع في الحرام بعد ذلك لكن إذا وجد من يتعامل مع هذا لعدم الطوقان فهذا جائز والله تعالى أعلم فذكرت هذه المسألة لأجل أن أوضح أن أن مثل هذا له أن يبحث عن زوج تؤنسه شريطة التبيين وترضى بحاله ويعهي أن يضر بمرأة لم يبين لها الحال فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب طيب اللي هو شهوة وعاجز فيه واحد تاني بن سميل خنسة اللي هو بالأصل ليس له شهوة هو حاله كحال كحال المرأة فالخلاصة في مسألة الخنسة إذا كان لا يدرى في حقيقة الأمر أذكر أن هو أم أنثى لم يجوز تزويجه لأن عنده آلة رجل وآلة امرأة سموه خنسة مشكل فعند إذن إذا لم يتبين أنه هو ذكر أو أنثى فهذا لا يجوز تزويجه أما إذا تبين من خلال المخرج الأصلي والمخرج الفرعي ففي الزواج تزويجه في هذه الحالة صحيح إذا توفرت شرط الرضا وإعلام الزوجة والله تعالى أعلم وأما الضعيف جنسيا فالزواج به صحيح إذا رضيت المرأة بذلك والله تعالى أعلم هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب ومن أهم الفروع التي قد تؤثر على الحياة الزوجية إذا لم تظهر أمام المرأة ويحرم كتمانها فهذا ما يسر الله به في اللقاء وإن قدر الله بقاءا ولقاءا علنا نأخذ فروعا أخرى لنعرف أحكامها ونتعلم دين الله وما ينفعنا في دنيانا وأخرانا سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إسلامي